الثامنة صباحة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ترحيبه بالرئيس التركي رجب طايب إردوان في أول زيارة له إلى مصر منذ عشر سنوات وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي بقصر الاتحادية على أن مصر وتركيا تواجهان تحديات مشتركة مؤكدا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد كما رحب الرئيس السيسي بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط وحول الأوضاع في قطاع غزة أكد الرئيس السيسي أنه توافق مع الرئيس التركي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وأهمية تحقيق حل الدولتين مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات لأهالي غزة من جانبه أكد الرئيس التركي أنه تم رفع مستوى التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وأوضح الرئيس التركي أنه خلال لقائه مع الرئيس السيسي تطرق إلى الملف الليبي والصومالي والسوداني مؤكدا حرصه على وحدة هذه الدول الثلاث وأمنها واستقرارها وأكد الرئيس التركي أن بلاده عازمة على استمرار التنصيق والتعاون مع مصر في تناول وبحث كل هذه المسائل والقضايا العالمية وحول الأوضاع في غزة أعرب الرئيس التركي عن رفضه لتهجير سكان قطاع غزة معبرا عن تقديره لموقف مصر في هذا الأمر أيضا هذا هو وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طايي بردوان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بدأ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا زيارة رسمية إلى القاهرة حيث من المقرر أن يلتقي اليوم بالأمين العامل جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد كما يلقي الرئيس البرازيلي كلمة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بخصوص فلسطين حيث يدعو دا سيلفا إلى إيجاد حل لبقاء دولة فلسطين حسب ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة وسط تحذيرات من هجوم في مدينة رفح وتفرد القوات الإسرائيلية حصارا صارما على مجمع ناصر منذ أسابيع وطالبت بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى ويطلق جيش الاحتلال النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخله يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه كندا وأستراليا ونيوزيلاندا اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة ووفق بيان مشترك حذرت الدول الثلاث من أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور جراء فرض قيود إسرائيلية على الحركة وإنشاء حواجز عسكرية إضافية بما يحد من حرية الحركة بشكل كبير كثفها طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني وأوضحت مصادر لبنانية استشهاد أكثر من عشرة لبنانين بينهم نساء وأطفال في القصف الذي طال عدة بلدات بالجنوب في الوقت نفسه تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هليفي الوضع على الحدود اللبنانية مؤكدا استمرار الاستعدادات للحرب في المنطقة الشمالية